محمود طحون الاكشن ديريكتور بالفيلم الاكشن ديريكتور بالفيلم طبعا الفيلم كله عصر من العارك والمعارك وانا عايز اعرف موضوع عبدت زي ما يعني هو الحمد للان وعد يعني احنا من الاول سكريبت يعني قاعد انا وصراحي علام الواندج ومحمد عب ماطي المؤلف بنشوف الفيلم والكواليز بتاع تلقم ايه والكلام اللي بيتقال يعني فحنا بنبني في السكريبت من قبل حتى ما نبدأ الفيلم نفسه لما جاء نبدأ بدأ انا بقين اول فيلم عن الرياضة دي في العالم العربي فمن اللي هيعمل الادوار دي اللي هيعمل الادوار دي شباب ممسرين هم عمرهم ما لبسوا جلابسوا في حياتهم عمرهم ما لعبوا اللعبين في حياتهم فهي كتت مهمة مستحيلة طحون معانا ممسرين ما لعبوش رياضة قبل كده مطلوب منك تخليهم ابطال امام ايه ادم لسر يقولي انه لبس بوكسر جدا احنا البطل بتاع الفيلم هو اكتر حد مرمض واكتر حد بجد طلع عينه حرفيا عشان يبقى شكل جسمه وشكله حركي بالطريقة دي فكان لازم اللي قدامه يبقى حد امام ايه فايتر حقيقي ونعلمه ازاي يمسر فاحنا كنا في مرحلة بان لا انت كنت تتضرب بجد لا هنعمل موضوع تمثيل وادم برضو كان العكس عملنا ايه اللي هو لا هتمثل هرتعلم ده حقيقي الاول وباكه هتعمله تمثيل فالتاني كان جاي قريضي بطل حقيقي فعادنا نعلمه تمثيل لحد ما جاءت ضربة جلب مراخله خلته ساخن جدا على ذلك الحمد والله وعمل شغل هتبصه بي اوي الحمد والله انت في تحدي تاني بالنسبة لك انك تحافظ على جسمك وحماك كالو 15 عباية عنده مطعم انت عرفت ازاي الحكاية دي انت ميل لها لك انا عايز اقول لك انا اتخند 9 جيلو بسامل مطعم لا لا بس الحمد لله لسه شوية الحمد بنحاول يعني بنحاول يعني اه بحاول مروحش كتير بسي جدا ربنا ربنا خليك رب بسي جدا